السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحياتكم من نهارنا ان شاء الله هنعمل ديكور بشكل سداسي عادكم شايفينه لا مش ده بس ده الابن جونيور فيه شكل سداسي كبير ان شاء الله هنعمله بالكارتونه دي وهنعمل بهم ديكور يلا خلينا نشوف نعمل شكل سداسي يا جماعة طبعا الكارتونه دي احنا عملنا شكل سداسي العديد من المرات قبل كده فانت تقدر تطالع عليها سيحصل لك بطاقة تظهر لك هنا كده الوقت هتدوس عليها هتشوف ازاي انت تعمل شكل سداسي بعد ما حصلنا على شكل سداسي واجهي بعد نفس المصارة اللي احنا شغلين بيها سبت المصارة بموازية الخط اول خط كده مسلا وهنبدأ نوصل بالشكل ده تمام هسبب بيت محافظات تاني خط هتوصل هتوصل يعني نفس الطريقة كده في كل الخطوة بعد ما حصلنا على الشكل اللي حالكم شايفون يا جماعة هنبدأ نشتغل انا النارده نشتغل بمسدس الرش طبعا بلون بوني طبعا انت لو ما عندكش مسدس رش تجعل شغل بسبرية طبعا تقول لي انا شغل زي بالسبرية لا حضرتك القناة كلها اسبرية انت ودخل لازم تحط كم مرحة الاسبرية اساسا اي درس هتجيب الاسبرية يعرفش مشكلة هنسببت للصامبة بتاعتنا في اي حتة في الجامل يعني ما ترش من كل ناحية يعني من كل صوبة واحد بالشكل ده تشيل الصامبة بتاعتك هتسببت بطريقة دي وترش هناك تشيل الصورêts طبعا زي بعضكم شايفين انا سايب شوية كده يعني مظللتهم مش واحدة اتنين هنا واحدة هنا واحدة هنا طب ليه يعني المهم فاكرين الاستنبا صغيرة كلها شغالين بها في الاول اها هي دي تمام نسيتوها انتو لكن انا فكرت هنبدأ نعمل بها اشكال في الحتة اللي احنا سبناها دي شوفت الخطة طبعا هلغير اللون يعني مش تخلي نفس اللون كنت تشغل به اشتركوا في القناة طبعا يا جماعة ممكن تسيب الشكل على كده وتكتفى بالاااا بالمستوى اللي انت وصلت له يعني لحد هنا او ممكن لو عجبتك الفكرة تكمل اشكال كلها بحيس هتحس ان الصغيرين دول ماشيين تحت تحت الكبار تعمل اك شكل ثري دي جميل موسيقى 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 هي جماعة طبعا الشكل كله هيظهر عندك الشكل بالمنطقة الكاملة دي تمام كده لو عايز تاخد كل مدى واحدة كده زي ما عملنا في الاول برضه مافيش عندك مشاكل لك حورية الاختيار في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك اعملوا الشير عشان الناس كلها استفاد لو مشتركوش في قناة جزير واشتركوا في القناة وعندكم زر الجرس اخبطوه خطة كده في حلوة يعني ونشوف بعدكم الخير ان شاء الله بديوش قادمة فقار قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا